أيضا كابتن محمود رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كان حريص على عقد جلسة مع لاعب الفريق الأول لكرة السلة وجهازهم الفني والإداري والطبي قبل الصفر إلى رواندا خلال الساعات القادمة الصفر إلى رواندا للمشاركة في نهايات بطولة الدوري في البال الدوري الأفريقي بال في حضور كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي أكد الكابتن محمود الخطيب على دعم مجلس الإدارة ومسندته لما بذلوا الجميع في منظومة الفريق من جهد كبير على مدار الموسم الماضي وأن هناك مسؤولية مضعفة على الجميع خلال النهائيات وتمثيل مصر والنادي على أفضل ما يكون وقال أن النجاحات التي حققها الفريق خلال السنوات الماضية أمر يدعو للتفاؤل ولكن في الوقت ذاته فإن هذه الإنجازات أصبحت جزءا من الماضي وهو ما يستوجب بذل الكثير من الجهد للفوز بالبطولة والحفاظ على اللقب والتأهل إلى بطولة العالم للأندية لكتاب التاريخ جديد على الصعيدين القري والعالمي وزي ما حضراتكم شايفين بعض الصور من استقبال كابتن محمود الخطيب للاعب الفريق الأول لكرة السلة فيه النادي الأهلي وزي ما حضراتكم أيضا شايفين دعم كبير جدا جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي وعلى رأسهم كابتن محمود الخطيب رئيس النادي لدعم هذا الفريق إن شاء الله وتكون أو يكون الفريق الخامس الذي يصل إلى كأس العالم للأندية كما حضراتكم عارفين كأس العالم للأندية في كرة القدم كأس العالم للأندية في كرة اليد كأس العالم للأندية في الكرة الطائرة إن شاء الله نقاسف يكون المرة الرابعة أو الفريق الرابع الذي يصل هم كان مفروض يبقوا خمسة ولكن الفريق الرابع الذي يصل إن شاء الله بعد فوزه يا رب بالدوري الإفريقي لكرة السلة البال لو كسبنا إن شاء الله ربنا يكرمنا ونصعد إلى كأس العالم للأندي